اشتركوا في القناة طبعا الموضوع ده مهم لكل شخص به مس عاشق لا سيما ان احنا دائما وابدا كنا نقول بان من اصعب الاشياء في قضية السحر المس العاشق وعرفنا يعني ايه مس عاشق وعرفنا علاجه لكن في بعض الاشياء ينبغي ان يقف عليها الانسان الذي به مس عاشق اول حاجة يا جماعة الرقية الشرعية والصبر عليها كتير من الناس للأسف الشديد بتتدايق وبتمل من كتر تكرار الرقية الشرعية يا جماعة لازم الصبر على الابتلاء ناس لما بتبتلأ الاصل الاصل اللي انت تصبر على هذا الابتلاء حتى يكشف الله تبارك وتعالى عنك هذا الكرب وهذا الهم فالرقية الشرعية لمن به مس عاشق ده يعتبر برنامج يومي لازم يسمحها كل يوم الرقية الشرعية وطبعا ليه بنقول ان الرقية الشرعية ضرورية والتكرار ضروري اصلا ده مثلا مش سحر مرشوش فانت بنديك وصفة بتعملها في يوم اثنين ثلاثة وانتهت القضية انما المس العاشق من اخطر قضية السحر قضية المس العاشق لانه هو في الاصل حابب الجسد فمن الصعوبة الكبيرة انه يخرج فيا جماعة اول حاجة لازم من به مس عاشق يصبر على الرقية الشرعية اثنين ينبغي ان يجاهد الشخص الذي به مس عاشق ان يجاهد نفسه في قضية الطاعات والصلوات بالذات الابتعاد عن اللهو المحرم الانسان الذي به مس عاشق افترض يبتعد عن اي شيء فيه حرمة يبتعد عن الاغاني ويبتعد عن الاشياء اللي بتغضي بالله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا البلاء انما النهار ده تروح تسمع الرقية الشرعية وتيجي توله النهار اغاني ورأس يشبك ازاي يعني فين بقى يعني سبحان الله العظيم يبتعد عن الاشياء المحرمة انا لا اقتصر الموضوع في قضية الغناء انما انا اتكلم بصفة عامة اي شيء سواء بقى اذا كان غيبة او نميمة او ازيئة ازاي يعني تبقى مأزي سيادتك بمس عاشق وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى وبتحاول تتقرب ليه بالطاعات وانت في نفس الوقت في خط موازي لخط العبادة خط اخر يغضي بالله سبحانه وتعالى فالاصل الانسان يجاهد يجاهد في قضية الطاعات لا سيما الصلاة لان الصلاة هو هيحاول يبعدك بقضية الجن اول حاجة بيحب يعملها يبعد الحالة عن الصلاة يبعدها عن الصلاة فانت جاهد نفسك جاهد نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البلاء ثلاثة لازم يكون فيه برنامج علاجي للشخص الممسوس بالجن العاشق بالذات من خلال المتابعة مع معالج يعني يا جماعة انا دايما نقول يعني اعذروني انا مش قصدي ان انا اتكلم على حد قضية علاج السحر الفلاني الوصفة الفلانية طبعا الكلام ده انا بعمله بس في حاجات بسيطة انما كل انواع السحر له علاج على اليتيوب كلام ده غلط على فكرة كلام ده مش صحيح او مش موضوع مش صحيح لن يبدي مئة بالمئة الاصل في قضية السحر لازم معالج رقم واحد خلينا صرحة مع بعض عشان ما نتحكش على بعض الاصل في اي قضية في قضية السحر المعالج انما وصفة مجربة ممكن من الفعل ان الوصفة دي تكون ابدت نتائجها مع شخص لكن مع اشخاص كتيرة مش هتنفع في سحر لازم له معالج وده انا دايما اركز عليه في بعض الاصحار بتبقى بسيطة بنعمل لها وصفات وبنقولها على النت عادي انما لازم يكون فيه معالج لا سيما اذا كان في المس العاشق بالذات لكن انا بديك برنامج بعد العلاق فالاصل ان يكون فيه معالج الاصل ان يكون فيه اشياء لازم تعفز عليها في حياتك اليومية لا سيما اذا كنت ممسوس مس عاشق زي حبة البركة والعسل النحل الطبيع الحاجات دي ما تنقطعش من عندك زي زيت الزيتون زي النم على وضوء زي قراءة صورة البقرة الاشياء دي كلها الاصل فيها ان السليم يعملها فما بالكو بقى لما تبقى برنامج لشخص مريض بمس عاشق دي كانت بعض النقاط المهمة اللي حبيت انبه عليها بالنسبة للمريض للشخص المريض بالمس العاشق تضلونا في اللقاءة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته